السلام عليكم أخوتي إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله الصحة تكون لها بس توجهوا معك في قناتكم سبورة لديزات ونبدأ الموضوع اليوم أخوتي هي التصريحات مدرب زمبابوي بالزاف وبالزاف سواء المحللين سواء جمهور الرياضي سواء إعلاميين إلى غير ذلك قالوا أن منتخب زمبابوي سمع أخوتي أن منتخب زمبابوي فارق صغير نتيجة لتاريخه نتيجة لعدم مشاركته ربما نتيجة لتصنيفه الإفريقي أو العالمي لعدة معطايا تقال لك الفارق الزمبابوي فارق صغير جاء جمال بالماضي وقال فارق محترم نقاش فارق قاوي لكن قال فارق محترم وعطى ميثيال على هذا مشاركته في كاس إفريقيا لأخرة ولما كان هو الأحق بالفوز على المنتخب المسري هذا الكورت جمال بالماضي ثم بعد مباراة الذهاب دكرار جمال بالماضي وقال لك هذا فارق منظم وكانت عنده كما نقول فرص كبيرة للتسجيل وكان لنا عائق عائق سواء من طريقة لعبه في الشوطأ الأول أو في الشوطأ الثاني يخرج علينا بعض المحللين بعد تصريحات جمال بالماضي جمال بالماضي هو المسؤول وهو رأي يشوف وهو رأي يعالج مسؤول على الفارق الوطني على النتائج على الفارق الوطني على تشكيلة الفارق الوطني وعلى كل ما يخص الفارق الوطني هو رأي يعد Tony 1 يكون الإثنين مسؤول على دراسة الخصب مسؤول على معرفة الخصب مسؤول على معرفة نقاط القوة ونقاط الضحف لفارق الخصب وغيرها من الماضيات لهذا هو كي سرح ما يسرحش على فارق راح صرح اولا تفرج عليهم تابعهم عبر الفيديو الى اخيره عاود زاد العب لهم ونافسهم وشافهم في الميدان كيف هي تصرفوا كي يخرج يقول لك فارق منظم وفارق قوي يعني عن طريق خبرة او تجربة يخرج ومراهديرك بعض المحللين يقول لك فارق زينبا وبينوايا يقول لك ضعيف يقول لك كذا يبغوا باي طريقة يحطموا معلوية الفريق الوطني يستنقصوا من الفوز التحم سمى كيف يفزن على زينبابوي سمى ايها نورمال فوزن على زينبابوي يعني معاك هو تصنيفه مش كبير هو مشاركة الافريقية ما قولوش كبيرة وما قولوش في المستوى لكن امام باطل افريقيا يرجع منتخب قوي يرجع منتخب قوي وهذا ما ادى الى تصريحات وخاصة بعد المباراة اللي اداها مباراة الذهب لأداها كونتر المنتخب الجزائري ادى بالمدرب زينبابوي يقول في التصريحات يقول لك لقد درست المنتخب الجزائري دراسة معمقة ودرست طريقة اللعب ونحن من سنكسر سلسلة الانتصارات او نحطم سلسلة الانتصارات انا قولوه في المش مش ولكن ما يقول لك احلم احلم رك تكسر غاية لانا عدنا جمال بالماضي ومن مميزة جمال بالماضي انك ما تتوقعوش ما تتوقعوش كيفا غادي يلعب ما تتوقعوش كل رأي يشارك ما عدنا ذاخيرة من النجوم عدنا ذاخيرة من النجوم على بنك الاحتيار لهذا اذا ارى جمال بالماضي مثلا يخلط كل المعطايات وحسابات الناخب الزينبابوي يدخل تشكيلة ثانية يدخل تشكيلة ثانية كما المباراة الثالثة تأفريقيا يدخل ادم الناس يدخل اندي ديلور يدخل بالرحمة يدخل اعبيد بولحية عدنا اسمه تلعب بالعمري ماضي وهذا كي قوعدوز طبعا الديفاع الاسيري بن ناصر ويزيد معاه محلوز بن ناصر ويخلط لك كل هجوم سما قرأتك اللي قرأتها اسي كوكو ما عندك شدير بها لهذا جمال بالماضي كي يدكرار وقال لك استفدنا في نقاط كبيرة واستفدنا وعرفنا قيمتنا والراهي وان المنتخبات هذي اللي غادي نواجوها سواء ضعيفة سواء قوية غادي تلعب بدون دون سون فورسون تشوف هنا تصريحة جمال بالماضي وتشوف المحللين توعنا وبعض الصحافيين للأسف نور مامو مقابلة كما هذه خرجنا بنتاجة إيجابية وبنتاج إيجابية كبيرة من بينها نتيجة المقابلة أول مرة ما نقعدوش نديروا المعتح كما يقولوا يا رب نحسبوا أسكن نطلعوا ما نطلعوش ما تبارج ما تبارج ما تبارج ما تبارج ما تبارج تسع نقاط تفذ مباريات إن شاء الله الرابعة كذلك 12 نقطة وإلى غير ذلك تجمل بالماضي حتى نمات ويرباهم يرباهم حتى لا يكسر سلسلات الانتصارات التي تتعب هذه هي حاجة إضافة يخرجوا نور مامو في هذا الوقت يخرجوا صحفيين إعلاميين محليلين إلى غير ذلك يعانوا المنتخب الوطني يثمنوا الجهود لللاعبين يثمنوا خرجة بالماضي لكل خطرة يجيب النجديد لأنه في صاحة تكون عندك دورة مغلاقة فيها خمسة أو ستة ثاني مج عندك تشكيلات ثابتة لما تكون عندك مقابلات تصفاوية أو مقابلات رسمية في إطار الفيفا أو تصفاوية لكأس عالم أو كأس إفريقيا هنا بالماضي لا يحتمل على تشكيلات أساسية يحتمل على العمود الفقاري لكن دائما يجيب جديد نحسب أربع مباريات التي تلعب يعني نيجيريا ميكسيك إضافة إلى زيمبابوي ذهاب إن شاء الله إيام نشوف كم اللاعب استدعاه جمال بالماضي كم اللاعب عدة ظروف تألق هؤلاء اللاعبين أولا عدنا إصابات على مستوى الدفاع والواسط إلى غير ذلك ولكن عدنا ذخيرة مهمة عدنا زاد بشري وزاد من اللاعبين مهم ومهم جدا لهذا هذو المحللين نورمامو يخرجوا يقول لك ما شاء الله جمال بالماضي معالجته طبعا ما يوردوش خدمته لأن جمال بالماضي أعلى منهم قيمة وكما نقول تكتيكا وشهادة وكل شي هو يعرف شي يدير يعني كصحافي ولا لا بهلك تناقشوا في طريقة اللاعب تقول له على خطارت هذه الطريقة هم خطارت هذه تناقشوا مثلا لماذا اخترت هذا البروفيل على زوار هو يشرح لك بسعب لك كيف تلعب تقول له تناقشوا محاولة نقاش تقول له كوتش ماذا بنا نعرف لماذا اخترت هذه الطريقة ومخترت هذه الطريقة لماذا اخترت هذا اللاعب ومخترت هذا وكذا وكذا هو يشرح لك ويعطيك وجهة النظر وانت معالك نقل الخبر الى الجمهور هذا دور الصحافة يعني نقل الخبر دون زيادة ونقصين تبغي تزيد عامل مش عارف ان الباز الى غير ذلك بس احنا نتحرف فيها نحن نعرف صحافة كلما يزيد لها عشر كلمات يدير بها الباز يحرف ويخرج من نطاق ها لهذا هذا دور الصحفيين ودور جمع بالماضي خرجت لكم على الموضوع شوية خوتي سمحوا لي لكن انا قلت لكم ونعاود نقول هاكم ضروك بالنسبة للفريق الوطني الجزائري لا يوجد فريق صغير لا يوجد فريق كما نقول نجي كما هكذا تربح اولا عندما يدخل يدخل بوحد الحافظ النفسي مثلا كما 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 كنا في التصنيف 30 40 60 كما تلعب ضرر بطل افريقيا مصر تونس مغرب مارش ديربي كما كما تخرج جنبانك ونفاني كذلك تدخل لا تدخل بمنتخب جزائري لكن اول حاجة بطل افريقيا الصحافة تكلم عليك كبطل افريقيا تحفيز اللاعبين يحفظوهم انهم يواجهوا بطل افريقيا تصنيف عالمي عندك سلسلة انتصارات كبيرة عندك عندك بزاف من المعطيات لتخلي اي فريق يواجهك بشراسة بشراسة نعم تقول لي فريق طويل ويكون فريق ضعيف وفريق ضعيف من حيث التصنيم من عيد لكن من حيث الاداء امام المنتخب الجزائري فريق قوي جدا فريق قوي جدا ولو لم يكن فريق قوي لم يكن صعوبة سواء تزيل الاهداف خاصة الشوط الثاني خاصة الشوط الثاني لهذا بركونا قوى المحلينين وبعض الصحافيين من تقزيم إنجازات المنتخب الوطني الجزائري هذه هي السياسة التي نمتبع فيها ترباح كولومبي ترباح نزيريا ترباح المكسيك وبعشرة تتعادل معهم يقول المكسيك فريق ما هو له ومصنف 11 عالميا وبثاف أمور يعني أي حاجة كأس العالم كأس إفريقيا يقول لك ننساها ننساها مع أنها أغلى إنجاز للفريق الوطني الجزائري منذ الاستقلال منذ الاستقلال لا كأس العالم لا ولو كأس إفريقيا التي تحصل عليها في مصر هي أعظم إنجاز ما تقول لي لا ربح نا لهم هذه الفترة عرفوا بالكورة الجزائرية هذه الفترة فترة إنجاز شو عدنا إنجاز عدنا 1990 وصرا في الجزائر وعدنا كأس إفريقيا التي قامت إفريقيا من خارج الوطن هذا إنجاز وإنجاز عظيم لهذا إن شاء الله بربي هذو أشبه الصحفيين أم وتكون عندكم حس الوطنية وحس ما تقزموش أي شيء ثم قزمتوا كأس إفريقيا قلتوا لازم ننسي وهو ما نقعدو ش نهاذروا عليها قزمتوا سلسلة انتصارات المنتخب الوطني على رأس يوم جمال بالماضي وكال الكثير مننا وهذه انتصارات وما يتحسب هم كل واحد كيف يخرج لك كل واحد كيف يخرج لك نربح كونت كولومبيا لا نربح كونت ميكسي لا نربح كونت هذا ما يريد لكم بالماضي ما يريد كونت ارفض النبو ثم ترفض مع السلام عليكم كونت